في هذه الحلقة نناقش عبد المهدي يقدم استقالته للبرلمان فما هي أبرز السيناريوهات ومن هو الأوفر حظا تشكيل محكمة عراقية خاصة بالفساد وحز أموال المتورطين فهل يلبي ذلك مطالب المحتجين رئيس الوزراء العراق عدل عبد المهدي سلم استقالته للبرلمان استقالة جاءت تحت ضغط لاحتجاجات وتظاهرات فما هي الإجراءات التي ستتبع هذه الاستقالة ولماذا لم تكن كافية للشارع العراقي المنتفض ما هي خيارات الطبق السياسية في العراق وما هي خيارات المتظاهرين لماذا لم توقف استقالة رئيس الوزراء العراقي عدل عبد المهدي المظاهرات والاحتجاجات ببساطة الاستقالة حققت جزءا من مطالب المتظاهرين لكنها لم تكن كافية لهم الاحتجاجات مستمرة سقوط القتلى متواصل المتظاهرون في الساحات والشوارع والهدف اسقاط النظام الشارع العراقي المنتفض يترقب الإجراءات والخطوات التي ستل استقالة رئيس الوزراء عدل عبد المهدي التساؤلات الآن حول مصير تلك الحكومة ورئيسها الإجابة جزئيا جاءت من مجلس الوزراء الذي أعلن أنه بحث في جلسة استثنائية ما سيترتب على الحكومة من واجبات بخصوص تسيير الأمور اليومية وفق الدستور إجابة لم تكن كافية لإزالة الغموض رغم أن عبد المهدي دعا البرلمان إلى إيجاد حلول مناسبة وطالب أعضاء الحكومة بمواصلة عملهم إلى حين تشكيل حكومة جديدة الكتل السياسية الكبرى تبحث عن مخرج مخرج يبقيها في هرم السلطة وهذا ما يتعارض مع ما يقوله المتظاهرون الأوساط السياسية القريبة من الأحزاب المتنفذة بدأت تطرح اسما تلوى الآخر لخلافة عبد المهدي كجزء من خطتها لاحتواء الموقف رد الفعل جاء معاكسا من المنتفذين المظاهرات لإسقاط الطبقة السياسية وليس لاستبدال رموزها عمليا المنتفذون حققوا أول نجاح كبير لهم بإجبار رئيس الوزراء على الاستقال من منصبه هذا النجاح كان باهضا للغاية ثمنه مئات القتلى وألف المصابين وأظهر أيضا انعدام الكفاءة في قيادة البلاد نحن الآن أمام طبقة سياسية شديدة التمسك بالسلطة هل ستسمح هذه الطبقة بإصلاحات جذرية أم أنها ستسير بنفس الطريقة الذي سار به عبد المهدي وبغض النظر عن الجواب فأن المحتجين يقولون أنهم متمسكون بالتظاهر حتى تحقيق جميع أهدافهم أبدأ النقاش وأرحب بضيفي الكريمين من لندن السيد حميد الكفاية الكاتب والبحث الأكاديمي ومن بغداد السيد غالب الشبندر الكاتب والمحلل السياسي أهلا بضيفي الكريمين وأبدأ معك سيد الشبندر في بغداد من السؤال الذي يفرض نفسه لماذا تم تقديم الاستقالة من السيد عادل عبد المهدي إلى البرلمان وليس إلى رئاسة الجمهورية ما مدى دستورية ذلك وهل كان مقنعا ما ذكره السيد عادل عبد المهدي بأن تقديم الاستقالة للبرلمان كان بناء على نصيحة أو توصية من رئيس المحكمة الاتحادية شكرا جزيلا يعني احنا المعروف دستوريا أنه يقدم الاستقالة إلى رئاسة الجمهورية أما إلى أنه يقدمها عن طريق البرلمان هذه محاولة من السيد عادل عبد المهدي ليظهر نفسه يبدو لي بأنه مظهر ديمقراطي وإلى أنه قدم استقالته إلى الشعب كأنما إلى ممثلية الشعب فكأنما رئيس الجمهورية ممثل أو تقريبا مركز بروتوكولي إلى حد كبير تشريفي إلى حد كبير ولكن البرلمان كما نعلم لأنه هو سلطة تشريعية وحكومته انبثقت من داخل البرلمان فهذه إحدى أساليب وإحدى التواءات السيد عادل عبد المهدي لمحاولة تنميع الصورة أو لمحاولة مسح ما اقترفته يده واقترفته أفكاره الغريبة في السلطة هذه إحدى المحاولات التي يحاول من خلالها كأنما يظهر نفسه أنه هو ابن الشعب وأنه يعود إلى الشعب وأن يده بيد الشعب هذه محاولة أعتقد هروبية ومحاولة تجميلية يعني إذن على طب الأمر بمسألة الخلاف بين رئاسة الجمهورية والسيد عادل عبد المهدي يعني هو الخلاف موجود ما بين عادل عبد المهدي وهناك رسائل فيما بينهما تضمنت تشكيكات وتضمنت ربما شبه السباب وربما شبه تبادل اتهامات ولكن نحن نعلم إلى أنه في الأنظمة الديمقراطية الدستور هو فوق الخلافات وأن السياقات الدستورية هي التي يجب أن تأخذ بجرها مهما كان الخلاف ما بين طرفين أو ثلاثة أطراف ولكن عادل عبد المهدي أيضا بهذه الطريقة اخترق الدستور واقترف جريمة أخرى يتصورها إلى أنه عمل جيد لصالحه ولكنه أضاف إلى سجله لأسف الشديد سجله من الأخطاء والمغامرات أضاف خطأ آخر ومغامرة أخرى نعم أستاذ حميد في لندن ما هو رأيك؟ بهذه الطريقة ربما سيخضع طلب الاستقالة إلى التصويت من البرلمان ربما تكون عملية مماطلة ماذا لو رفض طلب الاستقالة من نواب مجلس الشعب؟ ما هي الخيارات عند ذلك في حال رفض الاستقالة من البرلمان؟ لا أعتقد أن البرلمان سيرفض الاستقالة الاستقالة حصلت ولا يوجد هناك بند أو مادة في الدستور تقول أن البرلمان يرفض الاستقالة أبدا هذه المسألة في الحقيقة غير واضحة في الدستور المشرع العراقي لم يذكر الاستقالة في الدستور ربما المشرعون اعتقدوا أنه لن يقدم أحد على تقديم استقالته لذلك هذه المسألة غائبة أنا رجعت الدستور لا توجد مسألة تخص الاستقالة ولكن هناك مادة تقول أنه إذا خل منصب رئيس الوزراء فهنا رئيس الجمهورية يحل محله لمدة 15 يوما ولكن المسألة تعود إلى البرلمان الآن في اختيار شخصية وأعتقد أن الشخصيات السياسية لن تكون مقبولة أي شخصية سياسية من الذين يجربوا حتى الآن لن يكون مقبولا للشارع العراقي لذلك يجب أن تأخذ هذه العملية بنظر الاعتبار يجب أن يكلف شخص غير سياسي شخص وطني كفوق ولكن أستاذ حميد مسألة التكليف الآن هل سيتجه الرئيس العراقي برهم صالح إلى تكليف الكتلة الأكبر بتسمية رئيس وزراء القادم حتى الكتلة الأكبر قبل قليل سيد مقتدع صدر قال نحن لن نكون في هذه الحكومة ما هي الخيارات أمام رئيس الجمهورية الآن الخيارات الدستورية هي كما أسلفت أنه لا توجد معالجة لمسألة الاستقالة فالآن نعود إلى قضية الكتلة الأكبر المشكلة أنه حتى عادل عبد المهدي لم يعرف أي كتلة رشحته إلى رئاس الوزراء ولم يفصح عن سبب تكليفه من قبل رئيس الجمهورية فرئيس الجمهورية ينتظر من الكتل أن ترشح شخصية وعندما هو يجري المسألة الآن في ملعب رئيس الجمهورية هو الذي يجري المباحثات كي يعرف من هي الشخصية التي ستختارها الكتل البرلمانية وتتفق عليها أكثر الكتل ولكن المطلوب من الشارع هو أن تكون هناك شخصية غير سياسية لم تشارك في حكومات ما بعد 2003 كي تقود المرحلة الانتقالية نحن بحاجة إلى مرحلة انتقالية وأن تكون الحكومة من الخبراء وليس من السياسيين كي تشرف على إصلاح النظام وسن قوانين جديدة تعديل قوانين جديدة ثم تعديل الدستور المسألة لن تحل إلا بهذا الشكل وهو إصلاح النظام الجذريا لا يبدو أن الطبقة السياسية ستذهب بهذا الاتجاه أستاذ غالب هل الرئيس مجبر الرئيس برهم صالح مجبر على تكليف أو تسمية الكتلة الأكبر بأن تذهب لتسمية رئيس الوزراء القادم أم الرجل أمامه خيارات أخرى وربما يتم تجاوز هذا الأمر كما حصل سابقا بتسمية السيد عادل عبد المهدي هو ليس عضو في البرلمان هو ليس لديه أي كتلة في البرلمان مشكلة كبيرة هذه في الحقيقة يعني دلب ورطة كبيرة لأنه سيد برهم صالح إذا حاول أن يتبع القواعد الدستورية في تعيير رئيس الوزراء حسب المقارس الدستورية وحسب المعايير الدستورية سيصدن بإرادة الشارع القوية الرافضة لكل هؤلاء هذه القضية في غاية الخطورة كيف تحل هذه المشكلة؟ من يدري يعني هو أيضا برهم صالح الآن هو في حيرة لأنه إذا رجع إلى المقياسات إلى المعايير الدستورية هو المسؤول عن تعيير رئيس الوزراء يعني من خلال الكتلة الأكبر ولكن المشكلة إلى أنه لا تجد الآن الكتلة أكبر في مفهوم الشارع العراقي في مفهوم الحراك العراقي أن هذه الطغمة لا تصلح وأن برلمان هو نفسه فاسد ويجب تغييره ويجب حله لذلك المشكلة أكبر من برهم صالح بصراحة لكن أنا أعتقد لو أن برهم صالح يحاول أن يتصل أو يتواصل مع الجمهور المنتفض في الشارع من خلال بعض العقلاء ومن خلال بعض الوجوه العراقية المعروفة بالنزاهة وغير متورطة بحكومات ما بعد 2003 يمكن أن يطرح فتحل مشترك أو حل مؤقت أما الرجوع إلى البرلمان وقضية إلى أنه الكتلة البرلمانية الكبيرة هي التي ترشح ترشح رئيس وزراء هذا أصبح حل عاجز على أن يكون واقعي في ضمن البعطيات الموجودة نعم وهو ما تم تجاوزه سابقا عندما تم تعيين السيد عادل عبد المهدي أستاذ حميد ما هي الخيارات الآن أمام الطبقة السياسية في العراق الألية التي ستذهب إليها في تشكيل الحكومة الجديدة وهل سيكون ذلك مرضيا للشارع العراقي يبدو أن الشارع العراقي منتفض على كل هذه الطبقة السياسية ويتهمها بالفساد بدون استثناء بالتأكيد الشارع العراقي على حق هذه طبقة سياسية قامت على الفساد واستفحلت بسبب الفساد لم تتورع في فعل أي شيء يخالف القوانين ويخالف الدستور وهي توهمت بأن الشعب العراقي سوف يقبل وأنها بإمكانها أن تبقى أعتقد أن الطبقة السياسية إن هي تجاهلت هذا المزاج الشعبي العام وهو رفض هذه الطبقة السياسية وهو رفض هذا النظام الذي لم يأتي على الشعب بالخير لم يطور من حياة الناس لم يساعد على إطلاق الحريات أو يعني تحسين الاقتصاد أو الخدمات كل شيء لم يتحسن بالعكس الأشياء تدهورت لذلك الطبقة السياسية مدعوة لأن تعترف بأنها فشلت وتعترف بأن الوقت قد حان لأن تغير هذا النظام تغيره تغييرا جذريا وأن يكون هناك إصلاح حقيقي حتى وإن لم تكن هذه الطبقة ضمن هذا الإصلاح نعم ولكن أستاذ حميد يعني ربما استمعت إلى السيد عادل عبد المهدي في اجتماع مجلس الوزراء اليوم قال يجب أن ننظر إلى المسألة وأداء الحكومة نظر شمولي لا ننظر بعين واحدة ننظر إلى النواحي الإيجابية تحدث بإسهاب عن إنجازات هذه الحكومة في العامين المنصر مين أو العام المنصر حتى الآن أقل تحدث عن مسألة النفط الأسود وذهابه إلى المؤسسة النفط الوطنية العراقية بأن هذا الأمر يوفر ستمائة مليار دولار سنويا تحدث عن الإنجازات في مجال الدواء في مجال استثباب الأمن في العراق أليس الرجل على حق في كلامه أبدا لم الناس الشعب العراقي لم يرى من عادل عبد المهدي أو من الحكومات التي سبقته غير التقشف والأذى والأموال النهبة التدهور في الخدمات القانون يعتدى عليه مليشيات مسلحة تجوب الشوارع هذه أمور لا يمكن تجاهلها وجود مليشيات خارج عن القانون تقتل من تشاء وتتجاوز على الممتلكات العامة هذا غير مقبول للشعب العراقي التبعية لإيران غير مقبولة للشعب العراقي لذلك ثار العراقيون ضد هذه الطبقة التي ارتبطت بإيران بدلا من أن تؤسس لنظام عراقي وطني قوي ونظام عصري يخدم الشعب العراقي لذلك أعتقد أن الإنجازات التي تحدث عنها وأنا استمعت إلى حديث السيد عاد العبد المهدي هذا كلام يقال أنه كلام ليس هناك مصداق لهذا الكلام على الأرض لذلك لن يقبل هذا الكلام ولا أعتقد أن أحدا سيصدق به وقد قال قاله من سبقوه المالكي ردد نفس الشيء والإنجازات وهناك مطاعم ومحلات مفتوحة وهذا كلام معيب أنت لديك بلد ثري وهناك 30% من سكان هذا البلد تحت خط الفقر هناك ناس تعتاش على المزابل كيف يمكن أن نصدق أن هناك إنجازات لا توجد إنجازات هذا النظام بحاجة إلى إصلاح والإصلاح الآن بدأ باستقالة عبد العبد المهدي وأعتقد أن الشارع العراقي يريد حلا سلميا لهذه الأزمة والحل السلمي يبدأ بإصلاح النظام وعبر الدستور لا نريد تجاوزا على الدستور نعم أستاذ غالب أيضا تحدث سيد عدل عبد المهدي وقال ديمقراطيتنا ما تزال هشة ولابد من وجود أخطاء ولكنه قال هناك إنجازات مهمة للحكومة على صعيد النقل على صعيد توفير الأدوية على صعيد الكهرباء إذن الصورة وردية لماذا ينطفض هؤلاء المتظاهرون يعني أولا الشيء الذي أقول إلى أنه الديمقراطية في العراق صحيح إلى أنها هي وليدة وهشة ولكن المشكلة أن عادل عبد المهدي زاد من هشاشة هذه الديمقراطية يعني وبدل أن يقوض هذه الهشاشة ويعوضها بترميم إلى أنه زاد من هشاشتها وأمعنا في هشاشتها بدليل أنه غول من الحشد في داخل المؤسسات العسكرية والأمنية وهذا الأمر في الحقيقة قضى على موضوع الاختصاصات الذي هو يعتبر أساس من الوسس الديمقراطية الحديثة ولكن أستاذ غالب أنا ترى أن الرجل ظلم هو لا يستند إلى كتلة نيابية إلى دعم من الطبقة السياسية كلها الرجل بلا سند حقيقة يعني أنا لا أقول أنه مظلوم أو غير مظلوم أنا لا أحكي عن إجراءاته يعني يعني هو زاد من هشاشة الوضع الديمقراطي زاد من بداية الوضع الديمقراطي الموجود في العراق فبدل من أن يجعل مثلا الجيش هو قوة عسكرية محايدة ومطعمة بالخبرات أخذ يقلص هذه الخبرات لصالح الحجد الشعبي وهذا عملي وارحة كانت وأنا من الناس التي صرحت بها وقلت إلى أن تغيير عبدالوهاب السعدي وحالته إلى وظيفة أخرى هي القشة التي سوف تقسم ظهر البعير بالعكس هو أنه هو أهالي الديمقراطية هو لم يعزز الديمقراطية ثم شيء آخر يعني في الحقيقة إلا أنه سياسة الخارجية كانت سياسة ما قام على أساس ديمقراطية وإنما قام على أساس الحيازي لأن كما نعلم إلى أنه لم يراعي عملية التوازن بالعلاقات الدولية وعندما وعندما ذهب إلى الصين وعقد هذه الاتفاقات الكبيرة والضخمة كان الواجب علي أن يعرف بلا أن هناك دول كبرى أيضا تريد حقها من هذه الاتفاقيات والمعاهدات والاتجاه بالسياسة الخارجية اتجاه أحادي يحطم الدولة ولا يعزز الديمقراطية أبدا نهائيا كذلك أيضا نجد إلى أنه لم يراعي ولم يستجب إلى مطاليب أساسية في محاربة الفساد كان يماطل في محاربة الفساد أما قضية إلى أن حقق إنجاز هنا وهناك لا توجد حكومة من الحكومات السابقة إلا تحقق شيئا من إنجاز أنا لا أريد أظلم الناس بما فيهم العبادي العبادي حقق إنجازات الرجال قضية البوصل قضية التكريت قضية الوضع في الشمال إلا أنه ألجم الجموح الشمالي الذي كان يعني جموح غير عقلاني إجا عادل عبد المهدي وكرس هذا الجموح الغير العقلاني في الحقيقة فأعتقد عادل عبد المهدي عرض الدولة ومؤسسات الدولة الحريقة عرضها لكثير من الهشاشة بل لعله وجه الهانة لبعضها أما أنه فتح الطرق أو إلى أنه مثلا بعض المعاهدات هذه يعني ما يمكن أن تسمى إنجازات كبيرة مثلا دسبة إلى ما هي له من ظروف يعني الكتل السياسية ولكن الرجل قال يجب أن نظر إلى الأمر نظرة شمولية إذا ما قررنا بين ما كانت عليه العراق في عام 2006 من تفجيرات انتحارية في الشوارع أعداد قتلى كبيرة بينما الأمن مستتب الآن في المراق والوضع الأمني ما سمح المتظاهرين الآن بأن يظهروا في الشوارع أجيبك على هذا الكلام أولا لأنه واحد يحشي كلام ويقول له واحد ينظر يقعد أعوج ويحش هذا الأمن استتبه في زمن العبادي يعني واحد يحشي هذا الله يعني لأنه الموصل القضاء على داعش قضاء ليس شبهة كامل وإنما بشكل نسبي كبير تم في زمن العبادي بمساعدة أمريكا بمساعدة إيران تم في زمن العبادي يعني هذا واضح يعني أصلا بعض بعالم الدولة خلت تتبلور في زمن العبادي أما العبادي موقف من الحشد وإنه الحشد يجب أن يكون إلى حدوده ويتجب أن تكون إلى صلاحياته المحددة هذا إذا تمت في زمن العبادي يعني أما بالنسبة إلى عادل عبد المهدي فكل هلني أزيلني يعني غول الحشد غول الأكراد في طريقة معينة أعطاهم كل ما يريدون لم يستجب إلى لداءات المرجعية الدينية لم يحترم ثم هو ساهم مساهمة جدا كبيرة أيضا في تكريس المحاصصة إلى حد ما ولذلك ما قام به من إنجازات يعتبر شيء خجول نعم أستاذ حميد أعود لك معك إلى سيناريوهات ما بعد قبول البرلمان استقالة سيد عادل عبد المهدي إذا ما تم هذا القبول كيف سيتم التعامل مع عدم اكتراث المنتفضين والحراك الشعبي والمتظاهرين في الشارع بهذه الاستقالة وأن أهدافهم أبعد من ذلك بكثير تطال كل الطبقة السياسية تطال الرئاسات الثلاث والاتجاه طبعا إلى قانون انتخاب جديد وانتخابات برلمانية مبكرة ابتداء هو البرلمان لا يملك حق رفض الاستقالة يعني البرلمان لا يوجب الرئيس الوزراء على البقاء هذا شيء غير ممكن أما أنه ولكن هي مسألة ربما يعني يخشى المتابعون أن المسألة ربما تتعلق بنوع من التلاعب بهذا الأمر ربما لا تعقد الجلسة ربما غياب نصف العدد ربما أسباب كثيرة تدعو إلى عدم قبول الاستقالة أو تثبيت هذه الاستقالة ورفعها لرئاسة الجمهورية هو الاستقالة كان يفترضا تقدم إلى رئاسة الجمهورية وبالتأكيد سوف تقبل والبرلمان لا يملك حق رفض الاستقالة ولكن بإمكان البرلمان أن يؤجل أن يبقي هذه الحكومة كحكومة تصريف أعمال من خلال عدم تحقيق النصاب مثلا من خلال التهرب من الحضور ولكن هذا لن يجدي نفعا مع الشارع العراقي المنتفض الباقي المحتجون باقون في الساحات لن يعودوا لأنهم يعرفون جيدا أن هذه الطبقة لا يمكن الوثوق بها هذه الطبقة السياسية هؤلاء النواب والمسؤولون وقادة الكتل لا يمكن أن يثق بهم لن يثقوا بهم بعد اليوم هم باقون حتى تكلف حكومة جديدة حكومة من غير السياسيين حكومة وهذه الحكومة تشرف على سن قوانين جديدة قوانين للأحزاب قانون للأحزاب يجب أن يكون الحزب يجب أن لا يؤسس على أسس دينية عرقية قومية مناطقية هذا هو الخلل الكبير الذي حصل في العراق أن هناك أحزاب تدعي أو تتشدق بالدين لكنها قامت وانتعشت على الفساد إذن لدينا هذه القضايا أدركها الشارع العراقي والآن يريد أحزاب وطنية تؤسس على أسس سياسية واقتصادية وتكون عابرة للطوائف وعابرة للقوميات هذا ما يريده الشارع العراقي لذلك أن المحتجين سوف يبقون في الساحات وعلى البرلمان أن يتعظ إن لم يتعظ ويسمي شخصية وطنية مقبولة فإن الشارع سوف يتجاوزه وسوف لن يلتزم بالدستور نحن نريد لهذه المرحلة الانتقالية أن تتم بشكل سيابي وعبر الدستور ولكن إن تجاهل السياسيون هذا فأعتقد أن الشارع العراقي سوف يمسك بزمام الأمور ويلجأ إلى طرق غير دستورية وهذا ليس في صالح الطبق السياسية الحالية لأن سلوك الطرق غير دستورية سوف يلقي بهذه الطبقة في مهاو الردع وسوف يؤذي العراق أيضا يخلق فوضة وضحت الصورة سيد حميد الكفائية الكاتب والبحث الأكاديمي كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك الشكر موصول لسيد غالب الشبندر الكاتب والمحل السياسي كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا لك مشاهدين وراء الحدث متواصل معكم وبعد الفاصل نناقش تشكيل محكمة عراقية خاصة بالفساد وحج أموال المتورطين فهل يلبي ذلك مطالب المحتجين موسيقى موسيقى اهلا بكم من جديد في العراق أيضا اعلان على لسان سعد الحديث ناطق باسم رئيس الوزراء العراقي المستقيل عن تشكيل محكمة مركزية متخصصة بقضايا الفساد بدأت أعمالها بإصدار أوامر بحج أموال المتورطين بتهم فساد لكن هل احتاج المسؤوليون في العراق لتظاهرات واعتصامات ينتبه للفساد الذي تسبب بخسارة البلاد أكثر من خمسمائة مليار دولار منذ العام الفين وثلاثة محدود هي اتين ثلاثة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مستقيل رسميا لكن هل تكفي الاستقالة لوقف حراك الشارع الذي انطلق منذ شهرين مطالبا بمحاربة الفساد عمليا الاستقالة هي خطوة من الحكومة الحالية للتماشي مع مطالب المحتجين خطوة أخرى سبقتها بساعات كانت بإعلان سعد الحديثي الناطق باسم رئيس الوزراء المستقيل تشكيل محكمة عراقية مختصة بجنايات الفساد اشارة استفهام على هذا الاعلان فهل كان المسؤولون العراقيون ينتظرون خروج الشارع ليتفطنوا بوجود فاسدين ومبددين للمال العام فالعراق السادس عالميا في الدول الاكثر فسادا ومنذ العام 2003 خسر نحو 500 مليار دولار البطالة فيه أكثر من 40% ورغم أن العراق دولة نفطية إلا أن الفقر فيه يتفشى بين 22% من السكان هو إشارة استفهام أخرى عن مدى جدية السلطات في العراق في التعامل مع هذا الملف فرئيس البرلمان محمد الحلبوسي كان قد أعلن مع بداية الاحتجاجات عن إحالة الأسماء المتورطة في الفساد للمحاكمة العادلة كما أن الأحكام ومذكرات القبض القضائية بحق مسؤولين منذ بدء الحراق كثيرة إلا أن أحدا ممن يسميهم العراقيون كبار الفاسدين لم يتعرض للمساءلة ومع بداية الشهر الجاري صدر نحو 60 أمرا بالقبض منهم وزير ووزراء سابقون ونواب لكن المحتجين يرون أن الإعلانات المتكررة لا تعد كونها مادة للاستهلاك الإعلامي خاصة وأن رؤوسا كبيرة لم يطاح بها في هذه المذكرات مشاكل العراقيين لا تقتصر على حكومة عبد المهدي ففيها أيضا الفساد والبطالة والفقر والطائفية والتدخلات الخارجية وأذرعها من ميليشيات تأتمر بأمر الفساد وتتغذى عليه اشتركوا في القناة أبدأ النقاش وأرحب بضيفي الكريمين من لندن الدكتور عبد الحميد صايح البحث الأكاديمي ومن بغداد الدكتور عادل المانع المحلل السياسي أهلا بضيفي الكريمين وأبدأ معك دكتور المانع في بغداد إذن تشكيل محكمة عراقية مركزية خاصة بالجنايات المتعلقة بالفساد هذه المحكمة المشكلة حديثا وتدخلها مع هيئة النزاهة يعني كثير من اللجان والهيئات والنتيجة واحدة غياب المحاسبة الحقيقية هل الأمر مختلف الآن بدنا تحياتي لك سيد الفاضل وضيفك الكريم الأستاذ عبد الحميد ولجمهوركم الكريم أينما كانوا لا الحقيقة هو ليس الأمر مختلف ولا يختلف شيء في التعاطي السياسي أو لم يكن هناك موضعا للاختلاف في التعاطي السياسي منذ 2003 ولغاية يومنا هذا ولكن بخصوص هذه المحكمة المختصة هذه جاءت بناء على رؤية هي يعني الرؤية صحيحة على أنه ملفات الفساد تقدم إلى المحاكم والمحاكم فيها كثير من القضايا لربما يطول أمد النظر في هذه القضية دون غيرها ولهذا خصصت هذه لملفات الفساد من السياسيين من لديه الأدلة والقرائن والثبوتيات يعني تنظر بها هذه المحكمة فكلما تكون المحكمة مختصة كلما يكون الإسراع بإنجاز المعاملات أكبر ولكن هي القضية مو بقضية يعني صحيح أنه هذا الخيار خيار جميل جدا ولكن السؤال الأهم أنه هل ستقدم الكتر السياسية على مستوى يعني مؤسسات سواء المجلس التشريعي النيابي أو على مستوى حكومة هل ستقدم هذه الملفات لكبار الفاسدين بالعراق أم تقدم لصغار الفاسدين من الموظفين يعني هناك دكتور عدل هناك لجنة تم قامتها وأنشأها قبل تقريبا شهر ونصف تتعلق بمحكمة خاصة بجراء الفساد لكبار المسؤولين في وزعمات السياسية البارزة ما الذي يختلف تشكيل هذه اللجنة الآن عن اللجنة السابقة ما الجديد في ذلك لا أنا هذا بتقديري هذا مجرد الدعاء لا يرقى إلى التطبيق لا يرقى إلى التطبيق أكاد أجزم أن أقول لا يرقى إلى التطبيق في قضية كبار الفاسدين يعني إحنا عندنا كبار الفاسدين بهم رؤساء كتل سياسية كبار الفاسدين منهم رؤساء أحزاب كبار الفاسدين منهم شخصيات تسنمت مناصب رفيعة بالدولة منصب نائب رئيس جمهورية مثلا منصب وزير منصب نائب هذه ما أتصور أنها تقدم إلا لمن ليس له ظهرا سياسيا أو متكأ سياسيا صلبا يتكع عليه وإلا البقية ما أعتقد أنه سيمضون بهذا التطبيق يعني الشفاف إطلاقا لا أعتقد ذلك وخلينا أربط الحلقات مع بعض إذا ما سلمنا جدلا بصحة ما سيذهبون إليه من تقديم ملفات الفساد للمحكمة المختصة هذا راح يتبين بإسراع الكتل السياسية بالاتفاق على مرشح بديل لرئاس الحكومة بدل عادل عبد المهدي كلما كان الإسراع كبيرا وخلال أيام حين ذاك نستطيع القول على أنه قضية المحكمة وتقديم ملفات ممكن المضي بها بعناوين كبيرة نعم دكتور عبد الحميد في لندن ما هو رأيك ما هو المطلوب لكي تكون هذه المحكمة فاعلة وتكون فعلا الحكومة جادة بها الذهاب إلى محاسبة الكتل الكبار الفاسدين وليس فقط تطال الأسماء الصغيرة في البداية تحية لك والزميل المانع ولمشاهدين أكثر بلد في العالم فيه مؤسسات لمكافحة الفساد هو العراق وأكثر بلد في العالم فيه فساد هو العراق وللأسف حتى أسميناه في أحد الكتابات التهكمية أنه هناك فساد مبارك في بعض الدول أي أنك تبني جسر بمليون وتقول مليون ونص فتسرق نصف مليون وبالتالي الناس على الأقل تشوف جسر أو تشوف مستشفى في العراق لا يوجد هذا لذلك كل الخطوات التي تتخذ الآن واتخذت سابقا إنما هي التفاف على مطالب المتظاهرين ومحاولة لاحتوائهم وامتصاص غضبهم لنسأل السيد عبد المهدي الآن أين هو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي أسسته في البداية ما هو عمله ما هو إنتاجه خلال الفترة الماضية سيد العزيز لا يوجد شخص في العراق يسرق أو يقتل بمفرده كلهم مرتبطين بحلقات تصل إلى الحلقات العليا الفساد موجود في الحلقات العليا ولا يجرأ أي أحد أن يحيل فاسدا كبيرا إلى القضاء لا يستطيع ولكن هل ترى أن القوة السياسية المهيملة ربما تسحب الغطاء عن هؤلاء الفسدين لا خيار أمامها سوى سحب الغطاء عن هؤلاء الفسدين الكبار سحب الغطاء لا يعفيهم من دورهم في الفساد لأن رؤساء الكتل السياسية لديهم وزارات ولديهم لجان اقتصادية خاصة هل هناك أحزاب في العالم لديها لجان اقتصادية تشرف على الوزارات التابعة لها القضية كبيرة يا سيدي ومكافحة الفساد حتى قضية الأدلة لا يوجد أحد عليه دليل رسمي على الأوراق كثير من الفاسدين الذين نعرف عقاراتهم ونعرف نفوذهم المالي ولكن هو نفسه يقول جدوا علي دليلا القضية الأهم أن المطلوب هو تفعيل تفعيل مبدأ من أين لك هذا لأن من أين لك هذا يتجاوز مرحلة الدليل المكتوب أو الدليل القانوني هناك شخص عام 2010 لا يملك شيئا عام 2015 عند عقارات ومليارات وعند أطيان داخل العراق خارج العراق من أين لك هذا هذا المبدأ هو الأهم وأعتقد أن السلطة السياسية لا عادل عبد المهدي ولا العباد اللي سبقه ولا أي شخص يستطيع أو يجرؤ أن يسائل بعض الأسماء الكبيرة من أين لك هذا الذي سيسائلهم هو الشعب العراقي هو الكيانات والتشكيلات التي ستتمخض عن هذا الحراك الشعبي الواسع باختيار حكومة جديدة نظيفة قوية تطهر الشارع العراقي من الأسلحة السائبة وتحيل كبار الفاسدين بالقوة وليس بإرادتهم إلى محاكم ومحاكم علنية أمام الشعب العراقي كل ما يجري الآن هو عملية احتواء احتواء شنو لجنة محاكمة محاكمة فاسدين يأسسها رئيس وزراء مستقيل هو الآن علي مشاكل كثيرة على الصعيد الأمني وضعت هذه النقطة دكتور عبد الحميد دعني هذا بلا الدكتور عادل في بغداد بالتوازي مع تشكيل محكمة عراقية أو قرار الحكومة العراقية بتشكيل محكمة عراقية خاصة بمكافحة الفساد هناك توعد من مجلس القضاء الأعلى بتقديم قتلة المتظاهرين إلى القضاء محاسبة من قتل المتظاهرين هل هو حديث في الهواء لامتصاص الغضب أم ننتظر فعلا إجراءات وخطوات جدية للوصول لمحاسبة من قتل المتظاهرين وهذه العداد الكبيرة المؤسفة أكثر من أربعة مائة قتيل وأكثر من خمسة عشر ألف جريحا خلال الشهرين الماضيين لا فعلا مجلس القضاء الأعلى يمضي بهذه القضية فعلا ولكن مجلس القضاء الأعلى هو ليس جهاز تنفيذي حتى يذهب بإمساك هذا وبإمساك ذاك لا بد أنه السلطة التنفيذية يعني الجهاز التنفيذي هو من يذهب ويتولى الاعتقالات ويتولى القبض على كل من أساء وبالتالي يقدمه القضاء والقضاء جاهز يعني سواء من توفرت عليه الأدلة بقتل المتظاهرين أو بقتل أناس أخرين يعني حتى المنظومة الأمنية التي تعرضت أيضا تعرضت من قبل إطلاق نار من مجموعة تحاول يعني إسقاط التظاهرة وإسقاط حقوق العراقية قد تكون أنه داخلية وقد تكون إقليمية أو دولية هذا الأمر طبيعي يحدث في استغلال الأزمات ويحدث في استغلال كثير من المعطيات على الأرض ولكن اليوم احنا المتكع الوحيد الذي يجب أن نتكع عليه كعراقيين اللي هو القضاء العراقي والركونية القضاء ولكن هذا القضاء هناك فصل في السلطات إذا كانت السلطة التنفيذية لا تستجيب لدعوات القضاء يعني القضاء لا يستطيع أن يحاكم بدون أن توصل له السلطة التنفيذية وتتعاون معه وتوصل إليه المتهمين هذا بشكل عام صحيح يعني لا بد أن يكون هناك تعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية ولكن القضائية لا يمكن لها أن تشرع بأي شيء ما لم تكن هناك مبرزات جرمية وفق التعبير القانوني وقد أنه يكون هناك بعض المجاملة في مواضع من مواضع التعاط السياسي بس ما في مجاملة على حساب الدم العراقي هنا القضاء هو المسؤول هو من تعصب في رأسه هذه القضية وإلا نذهب إلى فوضى عارمة وبالتالي كل يعمل بما يحلوله ويصبح العراق شريعة غاب أو ساحة من ساحات اللامركزية لا أعتقد ذلك نعول على القضاء كثيرا ولعل القضاء قد يلملم جراحات العراقيين في القادم من الأيام ويعول عليه في أن يكون هو صاحب الكلمة الفصل في الاختلاف السياسي الذي قد نشهده خلال الأيام القادمة هذه هي مسؤولية القضاء وإلا قد يجامل سياسيا أحيانا في قضايا لا تضرب المواطن ولكنها لا ترقى إلى أن تجامل على دم المواطن العراقي نعم دكتور عبد الحميد الجريمة كبرى أكثر من 400 قتيل و15 ألف جريح ولكن القاتل المجرم مجهول الحكومة تقول أنه طرف ثالث يستهدف القوى الأمنية ويستهدف المتظاهرين المتظاهرون يتحدثون عن قناصة عن قوات حكومية أو شبه حكومية وميليشيات من سيقدم هؤلاء إلى المحاكمة العادلة؟ اسمح لي قبل الإجابة المباشرة على سؤالك أن أنوه على ما ذكره الصديق الدكتور المانع حول القضاء القضاء بحاجة إلى حماية حينما لا يكون القضاء محميا لا يستطيع القضاء إنجاز دورة بشكل صحيح القضاء ليسوا مسلحين وليسوا محاربين القضاء يعملون بالعقل والأدلة والقراء وينتجون ويصدرون قراراتهم بناء على الثوابت اللي أمامهم ولكن دون حماية لا يستطيع القضاء أن ينجز شيئا القضاء همش والقضاء مسيطر عليه من قبل الكتل السياسية والجماعات المسلحة ولا يستطيع حتى رئيس الوزراء الآن أن يكلف القضاء بمهمة وتنجز كما هي بكل أمانة طالما أن القضاء ليس محمية بالنسبة إلى سؤالك أولا كلمة الطرف الثالث هو من أطلقها ومن أعترف بها الاعترف بها السيد عادل عبد المهدي هو اللي قال لوزراء اللي قاعدين أمامه والكلام هو كان للجمهور أن هناك طرف ثالث يعمل على ضرب المتظاهرين والقوات الأمنية من المسؤول عن تحديد هذا الطرف وتسميته الحكومة الدولة فيها مؤسسات معقدة استخبارية وأمنية وفيها مؤسسات واسعة هذه المؤسسات واجبها كشف الطرف الثالث إذا كان الطرف الثالث غريبا عنهم طبعا هي واجبها ليس واجب المتظاهرين هل تعتقد أن هذا الطرف مجهول أم هو معلوم للحكومة معلوم للطبقة السياسية ولكن ربما لطواطئ بين هذا وذاك لا يتم الإفصاح عن هذه الجهة بالضبط الإجابة كامنة في سؤالك أنهم يعرفون من هو الطرف الثالث مؤشراته واضحة أهدافه الآن هم يتحدثون عن جسوره وقطع أخي كانوا المتظاهرون يعني موجودين كلهم وبكثافة وهناك عوائل وأطباء وأطفال ومحتفلين بهذا الاحتجاج السلمي الواسع الشعبي الذي لم يحدث في العراق منذ مئات السنين ولكن استخدموا كل الأساليب من أجل جرهم إلى قضية الإصطدام ومن أجل ضربهم بالدخانيات وبالرصاص هناك محاولة خطيرة لجر التظاهر السلمي المليوني إلى حصرة في جماعات أو حصرة في قضايا العنف المتظاهرون من يوم 21 إلى اليوم لم يعلنوا حربا مسلحة أو عنفا إذا الدولة هذه تظاهرات شعبية هذه تظاهرات جماهيرية حتى الآن هم يحاولون ولا أخفيك وهذا دائما أنا أشير لها أن هناك بعض المحاولات لإتاحة الفرصة لشباب صغار منفعلين أن يدخلوا مراكز شرطة بل كيأخذون إسلاح بل كيأخذون أدوات أخرى عجلات حتى يستخدموها بانفعالهم فيبدو الشارع مسلحا الشارع ليس مسلحا الشارع بسلميته المليونية الواسعة سيستعيد وطنه وسيضغط على الطبقة السياسية يوما بعد يوم نعم وربما السلاح السلمي هو أكبر سلاح لدى أي حركة احتجاج تعني أدابي للدكتور فقط ملاحظة أن كل إجراء يتخذ كل إجراء يتخذ اليوم إذا لم يتخذ اليوم ليس له قيمة غدا لأن سقوط الشهداء والتصعيد الأمني من قبل القوات الأمنية يزيد من سقوف المطالب هناك شهداء يسقطون يوميا تصور أنت البارحة المرجعية تحذر وتحرم دم المتظاهرين وبعد الخطبة مباشرة يسقط شهداء في الناصرية وفي النجف نعم وفي مناطق أخرى وهذا حتى بعد إعلان السيد عادل عبد المهدي بمعنى أستيقالة سأعود لك سأعود لك دكتور عبد الحميد ولكن دعني أذهب إلى الدكتور عادل المانع لأسألوا أبديت ثقتك وتعويلكم على القضاء العراقي وأنكم تعولون عليه في كشفها المتورطين في قتلة المتظاهرين ومحاسبة الفاسدين أيضا إذن وفقا لما قلت هل ننتظر بروز أسماء مهمة وكبرى تجرجر إلى المحاكم في القريب العاجل لم أسمع السؤال عفوا جيدا أسألك إذا كانت أثقة كبيرة بالقضاء العراقي تسمعني الآن إذا كانت أثقة كبيرة بالقضاء العراقي وبنزاهته وبإمكانية أن يحاسب قتلة المتظاهرين ويحاسب الفاسدين هل من الممكن أو من المرجح هل ننتظر بروز أسماء كبيرة ومهمة من الطبقة السياسية الحالية والسابقة أيضا المسؤولين السابقين تجرجر إلى المحاكم وتحاسب لا لا أعتقد ذلك لا أعتقد ذلك إطلاقا لا يعني هذا في قول عربي يقول زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا فابشر بطول سلامة يا مربع لا هذا العنوان بهذا العنوان قد يكون هذا مطلب جماهيري حقيقي يعني لإمضاء العراق على السكل الصحيحة والطريق الصحيح بعد 16 سنة من يعني نهب ثروات العراق من أعمل أغلب من المتلفذين من الأحزاب لا أعتقد على أنه سيقدم أحد هذه العناوين أو أحد هذه الرموز أو حتى قيادات الصف الثاني من هذا الحزب أو ذاك إلى القضاء وإلا القضاء في هذه الحالة لا تلقى عليه إذن ما هي القيارات أمام المحتجين والمتظاهرين دكتور عادل لمحاولة التفاف على مطالبهم لا هو قضية المحتجين والاحتجاجات والتظاهرات طبعا بما لا يقبل شك حتى لا يسأفهم الحديث التظاهر حق ومن ينكر التظاهر هو يجانب الحقيقة ويجانب الواقع والتظاهر أيضا حق كفله الدستور العراقي للعراقيين ولكن أنا اللي أرجو من المتظاهرين أن لا تكون المطالب فضفاضة عريغة وواسعة بحيث يصعب تحقيقها من قبل الحكومة ومن قبل مجلس النواب أو من قبل الكتل السياسية وإلا بهذه الحالة ستتعكز الكتل السياسية على مطاطية المطالب وضحت الصورة انتهى وقتي تماما أشكرك جزيلا شكرا دكتور عادل المنع المحل الأسياس كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا لك الشكر موصول لدكتور عبد الحميدة ساح البحث الأكاديمي كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك وكل أشكر لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة ألقاكم بخير شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر